السلام بنات مرحبا بكم يوم مرحبا لكم وصفة الفطائر الحلوين سهلين في المقلات في وقفة حضرهم ما يدوش بزاف وقته ما يحتاجوش لوقت الاختمار بالنسبة من كونات راح نسحق حبابيض زوج ملعقة كبار من السكر او ملعقة كبيرة من السكر السكر اختياري ونسحق كذلك نصف كاس من الحليب الحليب هنا كان بارد سخنته قرينا لازم يكون دافي نضيفه للبيضاء والسكر ثم بعد ذلك نضيفه ربع كاس من الزيت حوالي زوج ملعقة كبار او ثلاث ملعقة كبار من الزيت للخليط نخلط جيدا المكونات بالفوي هذا الفطائر سهلين تحضرهم في دقائق فقط خاصة للاطفال في الصباح وما يدوش بزاف الوقت والمكونات ببيضة واحدة فقط حضرت هذا الكمية من الفطائر بالنسبة لكمية الفارينة المستعملة هي حوالي نصف كاس معمر جيدا يعني بنفس الكيلة اللي قصت بها الحليب راح تقص بها الفارينة بعد ما اضفت الفارينة الخالية من الجلويتان راح نضيف زوج ملاعق متوسطة من خميرة الحلاوية خميرة الحلاوية لازم اضيفوا هذا المقدار مهما تقومش الفطائر فيها الحموضية هذه من الأفضل تعملو زوج ملاعق متوسطة نخلط جيدا المكونات مكونات بعد ما خلط جيدا مكونات بالفوية لاحظت بان الخليط الفطائر مخصوص على هذه الملعقة ملعقة من فارينة هذه الفارينة خاصة بالخبز تقدر استعمل الخاصة بالخبز ولا الخاصة بالحلويات بعد ما اضفت ملعقة خلط جيدا الخليط بالنسبة للخليط هاد الفطائر يجي نوعا ما متوسط ما يكونش سائل بزاف وما يكونش متماسك بزاف كي معكم تلاحظوا هنا نوع الخليط بالنسبة لطريقة الطهي في تاجين في مقلات المهم يكونوا ميل سقوش دهنهم بكمية قليلة فقط من الزيت راح نفرغ كمية من الخليط وبواسطة الملعقة فقط راح نشكل على شكل فطائر دائرية ودرجة الطهي بنسبة للطهي راح نزيد للنار راح نزيد للنار حتى يتنفخوا ثم نقص للنار يطيبوا غيب العقل يجيكم طيبين من الداخل يتلقوهمش طيبين وممتون يتنفخوا لكم هاد الفطائر وتتحصلوا على هاد النتيجة اللي تحصلت عليها انا يا بعد ما طابت من الجهة الاولى قلبتها الجهة ثانية قلبوهم بهدوء بحما تخرج لكم شئ العجينة تخرج لكم اللون ذهبي لون جميل وكذلك يخرجوا من نفخين وطيبين من داخل بيان هاي لك النتيجة هذي بنسبة للأولى اللي طيبتها راح نكمل بقية الخليط بنفس الطريقة والخطوات هاي لك الحبات الثانية اللي طيبتهم هكا حتى نكملت جميع الخليط ميدوش بزاف الوقت في وقفة راكي حضرتي فطائر سهلين والذوق تاني ملاح هاي لين بالنسبة انا شخصيا عجبوني بزاف واكيد ان شاء الله راح يعجبوا اولادكم ويعجبوكم تاني انتم نتعجبكم هاد الوصفة اهنا بعد ما طيبت قاع الحبات يعني كمية الخليط اللي بقعت لي كملتها بنفس الطريقة وحطيتهم في طبق التقديم راح نزينوهم اه مع بعض اهنا تزين خيرت كمية من المربع بالطبع مربع خالي من القليطة شوفوا هنا يا الفطائق كيفاش يجو طريين والسمك يجو من الفخين ما يجو شرقاق ورح نقطع لكم بعد التزين حبا بحشوفوا كيفاش يجو طيبين الداخل روعة بالنسبة للتزين استعملت المربع البرتقال او مربع المشمش اللي متوفر المهم خالي بدون قليطة اه بالنسبة للمربع حطيتكم في المنتوجات راح تلقاوا اه النوع المربع اللي يستعملو او لا تقدروا تصنعوه في المنزل عادي اه زينت كذلك الفطائر بيقي طعمنا الموز اه يعني الموز ماشي ضروري تقدروا شوية مكسارات او مربع فقط او الشوكولاتة او العسل هنا بعد ما كملت قسمت لكم الحبة ستشوفوا النتيجة نتيجة رائعة وبنينا اتمنى تجربوا البنات وتخلوا لي تعليقاتكم بالنسبة للوصفة الثانية راح نسحق خمس حبات بيض يكونوا في حرارة المطبخ ضربوهم جيدا بالباتر حتى ان يتضاعف الحجم هذه الوصفة كذلك سهلة كذلك بنينات حضرها للاطفال ان شاء الله بعد ما ضربت جيدا خمس حبات بيض راح نضيف كذلك خمس ملاعق من السكر الى خليط البيض ونواصل عملية الخلط ثم نضيف حوالي خمس ملاعق كبار كذلك من الزيت مع مواصلة الخلط بعد ما نكمل من الخلط راح نحضر خمس ملاعق من الفارينة بدون غلطان الخاصة بالخبز او بالحلويات المهم من صفو الفارينة مع ملعقة كبيرة من غبرة الشوكولاتة او الكاكاو وكيس خميرة الحلويات نخلط المواد الجافة مع بعض ثم نضيف كمية المواد الجافة الى الخليط السائل بعد ما اضفت المواد الجافة راح نخلط الخليط بواسطة الباتر او يضرب الكهربائي راح جيكم للجينواز رائعة ونجحة بالنسبة لدرجة الطهي في فرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة حوالي من 10 إلى 15 دقيقة على ورقة الطهي نفرغ الخليط ونمشي جيدا الخليط موسيقى 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 درجة درجة حرارة ونضرب 180 درجة لمدة من 10 إلى 15 دقيقة في نفس الوقت نحضر الشوكولاتة عندي هذا النوع من الشوكولاتة اللي فيها العلامة راح نذوبو في حمام مائي نضيف الشوكولاتة كمية قليلة من الزيت او من المارغارين وبعد ما طابت للجينواز راح ننحيها كما تلاحظوا هايلك ننحيلها فقط الجوانب اللي كانت محمرة شوية هاد الجوانب نقطعهم ورح نقسم الجينواز الى نصفين ثم نقطع الى قطع صغيرة نقطع كامل الجوانب ثم نقسم الى نصفين هاد الوصفة رائعة خاصة من ناحية الذوق سوف تحضرها الى ابنائكم ان شاء الله انتمنى تعجبكم وتجربوها بالنسبة بعد ما نحيت الجينواز قسمتها الى نصفين راح نقطعها طوليا ثم نقطعها الى مربعات راح تخرج لكم كامية لبس بها هنا بالنسبة للشوكولاتة ما كفيتنيش باش نزين كميات كميات كمية منها لهذا الحلوى كمية كبيرة درت حوالي ثلاث حبات فقط والنسق الحبة الاولى بواسطة مربع مربع المشمش او البرتقال المهم بدون غلوتا بعد ما نسقت النصفين راح نغمس نغمسها في الشوكولاتة على كامل وجه الحبة ونخليها تبرد والتزجين يكون بفتات ميناء الشوكولاتة هكا حتى نكمل كامل الحبات هنا في هذه الوصفة زينت فقط ثلاث حبات وراح نقطع لكم حبة باش تشوفوا النتيجة كيفاش تجي من الداخل ستقوني الوصفة رائعة وبنينا خاصة للاطفال بعد ما كملت شوفوا النتيجة اللي تحصلت عليها نتمنى تعجبكم الوصفة واتخلوني تعليقاتكم تعالى اشتركوا في القناة